الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا أبناء العزة في هذه الحصة الجديدة وكتعلقنا طبعا بالدرس الرابع أو عبره عن رأيي واحترم الرأي الآخر طبعا الجديد في الاجتماعيات قسم السادس بداية إذن عدنا الهدف أنمي قدراتي على تكوين رأيي والتعبير عنه واحترام رأي الآخر إذن الهدف هو أولا تنمية قدراتي على تكوين رأي والتعبير عنه ثم احترام الرأي الآخر الأهداء مهد التعلمي للتعبير عن الرأي نهتمه طبعا نهتم بما قبله وما بعده طبعا فقبل التعبير عن رأي ما نكونه بالتفكير وبعده نحترم رأي الآخر ما معنى أن يكون لي رأي ما معنى أن يكون رأي كيف أكون رأيا وأعبر عنه في إطار الاحترام المتبادل من خلال مناقش الموضوع ما أهم السنتاجات على المستوى الطريقة وموضوع النقاش إذن نبدأ الآن الشيطة أتعرف معنا أن يكون رأي معنا أن يكون رأي طبعا حقي في أن يكون لي رأي ونعبر عنه نعم وأن يكون لي رأي ونعبر عنه عالم جدير بنا اسمي جابريلا عمري 13 سنة شاركت في الجماع للأمم المتحدة رفقة 600 طفل تناولت الكلمة أمام مسؤولين كبار للتعبير عن رأينا في العالم كما نريده عالم تنتهي فيه سوء معاملة الأطفال وتدمج فيه التربية تعلم التسامح والسلم ويحترم فيه حق الأطفال في المشاركة في اتخاذ القرارات حول القضايا التي تهمهم كما تنص على ذلك اتفاقية حقوق الطفل نعم إذن قرأوا هذه الوثقة هذه أكثر من مرة السؤال أعبر عن فهمي لمعنى عالم جدير بنا عالم جدير بنا أي ما فهمت من النص ومن حقنا التعبير عن الرأي عن رأينا وكما لن الحق في المشاركة في اتخاذ قرارات حول القضايا تهمنا كأطفال نعم ها هو الجواب هنا إذن هنا قال لك أعبر عن فهمي عالم جدير بنا من حقنا التعبير عن رأينا لن الحق في المشاركة في اتخاذ القرارات حول القضايا التي تهمنا نعم استخرج من الوطائق الثلاث موضوع الرأي الذي عبرت عنه جابريلا في مقر الأمم المتحدة نعم موضوع الرأي هو التعبير عن الرأي لاحظوا الصورة البنت مثلا تعبر عن رأيها وهؤلاء ينستون إليها إذن عدنا الإجابة استخرج من الوطائق الثلاث موضوع الرأي التي عبرت عنه وبإله في مقر الآم المتحدة التعبير عن الرأي مشاركة أطفال في اتخاذ القرارات حول القضايا تهمهم إذن مشاركة الأطفال في اتخاذ القرارات حول القضايا التي تهم وكان يصغي لها خلال نص مسؤولون كبار كان يصغي لها مسؤولون كبرايا مسؤولين كبار نعم أبحثوا في اتفاق حقوق الطف إذن ما هي المادة التي تنص على حقنا ما هي سنرى المادة 13 يكون للطفل الحق في حرية التعبير ويشمل هذا الحق حرية الطالب جميع أنواع المعلومات والأفكار وتلقيها وإذاعتها دون أي اعتبار الحدود سواء بالقول أو الكتابة أو الطباع أو الفن أو بأي وسيلة أخرى يختارها الطفل إذن هذه هي المادة 13 اتفاق حقوق الطفل نعم هنا أبحث في ميطاق قسمة إن كان ينص على التعبير طبعا ستبحثون في ميطاق قسم القسم هنا وكينا قاعدة من القواعد أو عارضة من العوارض تنص على التعبير الرأي طبعا القسم التي أدرس فيه وهناك طبعا اتفاق يتفق الجميع على احترام الرأي والإنصاء والتعبير بكل حرية والتعبير بكل حرية نمر إلى النشاط الثاني أتدرب على تكوير الرأي والتعبير عنه واحترام رأي غيري نعم ولاحظوا الصور الثلاثة هذا هشام يفكر يتحدث ويصغي نعم إذن قالوا لنا أسجل العملية الثلاثة هذا هشام هنا يفكر وهنا الآن ينصت أو يصغي وهنا الآن يتحدث يتحدث هذا ما سنرى هنا نعم هشام يفكر يصغي يتحدث نعود إلى النشاط هنا أتابع المراحل الآسية وأسألت بمثال آدم والهاتف النقاة نعم إذن المراحل الثلاثة الآسية أكون رأي من التفكير أكون رأي من التفكير ثم التعبير عن الرأي بحرية وثالثا أعيب العلاقة بين الرأي والرأي الآخر هذه العلاقة بين الرأي والرأي الآخر إذن ثلاث مراحل أساسية ينبغي أن نفهمها وأن نطبقها عند إبدائي بالرأي أفهم السؤال وأستحضر نعم ها هو ظروف استعمال الهاتف ما رأيك في إبقاء آدم لهاتف النقال بجواره وهو ينتمارنه في البحث في البيت ما رأيك في إبقاء آدم لهاتف النقال بجواره وهو ينتمارنه في البيت نعم إذن حتى يبدأ متعلم برأيه أول حاجة أكون رأيها بالتفكير نعم أفهموا السؤال أهم حاجة أفهموا السؤال وأستحضروا الوضعيتين واش وضعية الأولى لدي معرفة أو تجريبة بالموضوع دي الهاتف والهاتف طبعا أو وضعية جديدة لم أفكر فيها إذن عدنا لابد من استحضار هذه الوضعية الأولى ليجا جريبة وليست لدي تجريبة إذن لك تجريبة أستطيع تكون رأيين وأبرهين أما لم تكن لدي تجريبة ولم يكن موضوع بالنسبة جديدة أبحثوا في الموضوع أولا أبحثوا فيه إذن الاختيارات الممكنة والبرهانات إما تكون متافق أو غير متافق أو قد تكون نعم وفعلوا في صغر لا أو لا رأيي لي الآن بالنسبة المتافق نقول يستطيع آدم إنجاز التمرين من خلال التواصل مع صديقه تعطي البرهانة يستطيع آدم إنجاز التمرين من خلال التواصل عبر الهاتف مع صديقه أو غير أنا غير متافق نظر لوجود الهاتف يشتد الذين ومن شروط العمل المتقن التركيز إذن هذا اختيار غير متافق هنا متافق وغير متافق نعم ولكن لا في الوقت نعم ولكن لن يستطيع التحكم في كل المكالمات أما بالنسبة لرأي لي سأكون رأيان لاحقا سأكون رأيان لاحقا عن طريق البحث إذن الخطوة الثانية التعبير عن رأي بحرية بالنسبة الوضعية لك تعدنا أرى أن آدم مثلا أقول أرى أن آدم استعماله للهاتف قد يشتت له دهنة أو قد طبعا يفيده في التواصل مع صديقه من أجل إذن تمرينه ولقد نقول يستعمل آدم الهاتف لأن بواسطته يدخل إلى مواقع تعينه على إنجاز تمرين وطبعا التعبير عن الرأي يختلف دعامته قد يكون شفويان وقد يكون كتابة تعبير عن الرأي قد يكون شفويان أو كتابة نعم إذن لولا أبني رأيي تكون رأي التانية أعبر عن رأيي بكل حرية والثالثة أستمع إلى رأيك باهتمام إذن ثلاث مراحل الأساسية هي تكون الرأي والتعبير بحرية والثالثة العلاقة بين رأي والأرأي بمعنى أحترم جميع الأرأة رأيي كرأي الآخر ينقابل النقاش أتقبل نقاش رأيي واختلاف الأرأة يعز التنوع كلما كان اختلاف كلما كان يعز التنوع وهنا الاحترام المتبادل أحترم الرأي الآخر بقدر ما أود أن يحترم الآخر من رأيه وكل الآرأة تحترم حتى وإن كانت تشكل أقليا نعم وسجل المراحل الثالثة قلناهما من مراحل الثالثة مرحلة تفكير تكوين رأينا بالتفكير ومرحلة التعبير ومرحلة العلاقة بين الرأيي ورأي الآخر إذن نستجل في الدفتر وأطبقها في إطار عمل مجموعة بأختيار موضوع يحتملوا الاختلاف مثلا كما درنا هنا أعيي طبعا قلنا أعيي بالعلاقة بين الرأي ورأي الآخر هنا عندنا ماذا تفضل من سي تفضل هنا ماذا تفضل التعليم بحضوري أم تعليم عن بوثدي وضعية ماذا تفضل التعليم الحضوري أم تعليم عن بوثدي المرحلة الأولى ينبغي تكوين رأي وكوين رأينا بالتفكير لدي معرفة وتجريبة بالنسبة للموضوع نعم كل تلميذرة سبقة وأنمر مرحلة التعليم الحضوري تعليم عن بوثدي إذن لدي تجريبة الاختيار الممكنة إما أن تكون مع التعليم الحضوري أو التعليم عن بوثدي هذا في تكوين رأي تعبير عن رأي تعبير عن رأي بحرية أرى أن التعليم الحضوري أفضل من التعليم عن بود ولكن أعطي المبرغ لأنه طبعا يمكن المتعليم أن يكون انضباط في الوقت المحدد تكون تصيلة مباشرة مع الأستاذ يعني يكون القريب منه طبعا هذا بالنسبة لمرحلة أولى تكون الرأي التعبير عن الرأي الثالثة أعيب العلاقة بين الرأي والرأي يعني احترام جميل آراء احترام جميل الآراء هنا طبعا سنرى هذا الشيء جاوبنا سنمر إلى الموالين استنتاجاتي على مستوى الطريقة والموضوع استنتاجاتي على مستوى الطريقة والموضوع نقرأ هذا الحوار وإن كان موضوعش مزيلا خذوا الكثير طبعا الصفحة 130 بشتقروا الناشط لم أكن أعرف أن التعبير عن الرأي يسبقه تفكير نعم إذن قبل أن أعبر ينبغي أن أفكر ثم هذا أنت الآن رئيس لمكتب تعاونيتنا وقد يكون لك رأي في البرلمان نعم بالنسبة للثالثة ويجب أن يكون رأيك مدروسا لأنه سيؤثر على حياة الناس هذا الرابعة هنا وإذا كان رأيك صائبا في نظرك في نظرك عليك إقناع الآخرين وهنا هذا قال للإقناع يجب دعم الرأي بمعطيات موضوعية ودراسات علمية نعم السنتج منه أهمية تكوير الرأي في بعض الظروف إذن أهمية تكوير الرأي فطبعا في الرأي قد يؤثر على حياة الناس إذن في الرأي أهمية كبيرة جدا لماذا؟ لأنه قد يؤثر على حياة الناس بمجرد اتخاذ رأي مثلا قد يكون غير صائفة ويؤثر إما صلبا أو إيجابا عن الناس هنا قالوا أن أضعه طبعا استنتاجي بإنجاز ما يلي أولا تكوير الرأي هل مرحلة الأولى التعبير عن الرأي ثم احترام الرأي الآخر ثم الثالثة مرحلة أساسية إذن هنا أجد بطاقة تلخيص الطريقة أجيبوا بعد تطبيق الطريقة هل كان هناك اختلاف الآراء نعم وشكو هناك اختلاف الآراء أم كان رأي واحد هل برز رأي سائد يعني مسيطر توجه أو أغلبية متفق أو غير متفق مع الرأي معا ماذا اعتمدت البراهين واشتجاري في شخصيات دراسات متوقع هل كانت آراء الأقلية مبررة هل كانت مبررة بالنسبة للتعبير عن الرأي هل عبر الجميع رأيه وهل لقيت كل آراء أغلبية وأقلية اهتمام هل كانت اهتمام أخيرا العلاقة الرأي والرأي الآخر هل جرى النقاش في إطار الاحترام متبادل إذن طبعا لا بد من احترام الرأي الآخر هنا أقوم تعلم ودعمه الهاتف النقال والأطفال متنقلون يوجد حاليا حسب المفوذية السامي أو المتحدة للاجئين حوالي خمسين مليون طفل متنقل أخرجوا من ديارهم بسبب الصراعات أو الفاقر أو آثار تغير المناخ ويعتمد هؤلاء الأطفال بشكل متزايد على الهاتف النقال للوصول إلى الانترنت طوال رحلاتهم ويتبادل معلومات ويبقوا على اتصال بأسرهم إلا أن معظمهم لا يتوفرون سوى على إمكانات ضعيفة للوصول إلى الانترنت نعم بتصرف هنا طبعا الأطفال في العالم الرقمي يونسيف منظمة يونسيف سبقوا قوانشنا في القراءة منظمة يونسيف وحددوا من هم الأطفال متنقلون أطفال متنقلون هم الأطفال اللاجئون اللي تعرضوا بسبب الصراعات هم اللاجئين أطفال متلاجئون بسبب إما الصراعات أو الفقر أو آثار تغير المناخ إذن أتوخيلوا إذا قلنا نوعية أطفال بسبب الصراع هاجروا أو الفقر أو آثار دي المناخ إذن فهم لاجئون أتوخيلوا نوعية معلومات التي يمكن أن تبادل الأطفال متنقلوا مع أفراد أسرهم إذن المعلومات يتبادلوا مع أسر ديالهم طبعا يتبادلوا المعلومات ويبقوا لاتصال مع أسرها مثلا الأوضاع الحالية ديالهم كيفاش الوضع ديالهم إذن هذه نوع كيف ما نجد نقل أتوخيل نوعية المعلومات التي يمكن أن تبادل معلومات تتعلق مثلا بالصحة ديالهم الحالة الصحية ديالهم وهل لهم يتابعوا عن دراسهم أم لا هنا قالوا لنا أعبروا عن رأيي في كيفية استعمال أطفال متنقل الهاتف من خلال النص إذن كيفية استعمال أطفال متنقل من الوصول إلى اللعام هنا قالوا أعبروا عن رأييي في كيفية استعمال أطفال المتنقل الهاتف النقل من خلال النص طبعا يعتمدوا هؤلاء الأطفال بشكل مزاهد على نعم طبعا كيف يستمر التبادل المعلومات ويبقى على اتصال بأسارهم يبقى اتصال على أسارهم ولكن تبقى أن ضعف الإمكانيات طبعا تجعلهم يصعب عليهم الوصول إلى الأنترنت نعم قالوا أقدم اقتراحا معللا يمكن أطفال متنقل من وصول الأنترنت في البلدات التي يعبرونها أو يتواجدونها إذا اقتراح على الدول المصادفة لهم أن توفر لهم مجانية تسعمل خاصة أطفال جيئين